أعود إلى حديث إمامنا الصادق الذي نقله لنا المفضل بن عمر عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا تلاحظون التركيز على هذا العنوان لأن الذي لا يأخذ الفقه والتفقه بحسب منهج العترة الطاهرة بحسب مضمون بيعة الغدير من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فهو أعرابي فهو ناصبي عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا إذا ما ذهبنا إلى باب من الأبواب التي يتحدث فيها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى صفحة 420 باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل أقرأ عليكم رواية واحدة من هذه الأحاديث الوفيرة والكثيرة صفحة 423 إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند الكليني عن ابن أبي يعفور شخصية شعية معروفة قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم مر علينا الحديث قبل قليل عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكي أعماله هذا الذي لا يتفقه في الدين وسيكون أعرابيا هذا الجزاء هو نفسه يأتي هنا في هذا الحديث الشريف ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم من ادعى إمامة من الله ليست له هؤلاء هم الأعرابيان ومن على شيرتهم وهؤلاء هم أئمة الخطابية والنصيرية من الذين ماتوا ومن الأحياء هؤلاء هم ومن أمثالهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا أن لهما في الإسلام نصيبا للأعرابيين للأول والثاني أو أن المراد للذين ذكرهما الحديث من ادعى إمامة من الله ليست له ومن جحد إماما من الله والمعاني هي هي بالنتيجة سنعود إلى نقطة واحدة إلى مركز واحد فهذه الأجواء في هذا الحديث هي هي في هذا الحديث لماذا لأن الحديث يخبرنا عن الجهة التي يكون فيها الشيعي أعرابيا إذا ما أخذ دينه وفقه منها وإن التفقه وإن الدين لا يؤخذ إلا من علي وآل علي بحسب بيعة الغدير الصادق هكذا يقول عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عمل الحديث الثامن بسنده عن جميل ابن دراج عن أبان ابن تغلب عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه لودت لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه وهناك من قرأ الحديث لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم الإمام هو الذي يقوم بذلك ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه والقراءة الأولى هي الأوجة لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه فهل أن الإمام حينما يتحدث بلسان كهذا اللسان يتحدث عن أمر مستحاب عن أمر مندوب إنه يتحدث عن أمر واجب ومن أشد الواجبات فهذا الكلام يكشف عن أن التفقه وليس الفق تفقه تفقه تعمق تفعل تطور لودت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط ضرب بالسياط على الرؤوس حتى يتفقه تفقه في دينكم تفقه 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 وإلا فليس أمامكم إلا الضلال لو كان أجدادنا وآباؤنا قد تفقه في دينهم لما استحمرنا أولئك الشياطين في النجف لما استحمرتنا حوزة النجف ولما استمرت ترسل الحميرة إلى الشيعة من الوكلاء والمعتمدين ومن خطباء المنابر ترسل للشيعة الحميرة الشياطين خذوها مني تقولون عن أن كلامي فيه قسوة شديدة أني لست منصفا في الحديث من أنني مجحف في وصفهم ربما تقولون من أن حديثي بعيد عن الأدب ليس من لغة الحوار ليس من لغة المجادلة والدعوة بالحسنى ليس وليس لا أعبأ بكل هذا لكنني مثل ما قلت لكم أريد أن أضع النقاط على الحروف إنها عملية جراحية في العملية الجراحية هناك دماء هناك أوساخ هناك آلام هناك أشياء تقطع هناك وهناك هذه عملية جراحية أقوم بإجرائها المعمم أينما رأيتموه ففروا منه هذا حمار مركب مع شيطان إلا أن يثبت خلاف ذلك أي معمم تشاهدونه فهذا حمار مركب على شيطان وكلما كبرت العمائم كلما كان ذلك الحمار كبيرا وقد ركب على شيطان كبير حتى يثبت خلاف ذلك لو كان أجدادنا وآباؤنا قد تفقه في الدين لما ضحك عليهم هؤلاء الحمير الشياطين لما ضحكوا علينا لأن أجدادنا ضحكوا على آبائنا وآباؤنا ضحكوا علينا ونحن ضحكنا على أنفسنا وضحك بعضنا على البعض الآخر هذا هو واقعنا بسبب حوزة النجف بسبب حوزة الطوسي تفقه حتى تستطيع أن تخلص أنفسكم من براثني هذه القذارة من براثني هذه القمامة ابحثوا عن عقائدكم بأنفسكم أعرفوا دينكم لا أطلب منكم أن تصدقوا كلامي إنما أطلب منكم أن تأخذوا كلامي وأن تتأكدوا منه بأنفسكم أن تأخذوا كلامي وأن تقارنوا بين كلامي وبين قمامة مراجع حوزة النجف قارنوا بين هذا الكلام ليس لأنه كلامي أنا لا قيمة لي في البين أنا ناقل أنا خزان معلومات أنقلوا لكم المعلومات خذوها وقارنوا فيما بين هذا الكلام وما بين قمامتي ما تنتجه عقول مراجع حوزة النجف تأكدوا من صدق كلامي من خلال الرجوع إلى مصادر تفسير محمد وآل محمد من خلال الرجوع إلى مصادر حديثهم الشريف ناقشوا هذه الحقائق فيما بينكم وبين أنفسكم فيما بينكم وبين الآخرين تفقه في دينكم تفقه 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 نذهب إلى فاصل العبادة العبادة التوحيدية هذا هذا هو الشأن الثالث من شؤون عقيدة التوحيد المقدمة التي قدمتها لكم في هذه الحلقة كي ألفت أنظاركم إلى أهمية ما طرح في هذا البرنامج من أوله وإلى آخره وأردت بشكل خاص أن ألفت أنظاركم إلى موضوع العبادة فهذا الموضوع موضوع يلازم حياتنا وهو جوهر ديننا لابد أن تدركوه وفقا لثقافة العترة الطاهرة لأنكم ربيتم ونشأتم على ثقافة مستدبرة وسخة قذرة إنها ثقافة مراجع حوزة النجف التي لا علاقة لها بثقافة العترة الطاهرة لأجل هذا نبهتكم ولأجل هذا ذكرت ما ذكرت من التفاصيل فيما قدمته لكم قبل قليل أعود إلى العبادة إنني أحدثكم عن برنامج حياة فليس المراد من العبادة ما يصور بالصلاة أو بالصيام هذه عبادات وهذه مصادق واضحة للعبادة ولا شك في ذلك لكنني لا أتحدث هنا عن طقوس سيأتي الحديث عن الطقوس إنما أتحدث عن العبادة الغاية من خلقنا فإن الله فإن الله خلقنا لأجل العبادة ليس لأجل الركوع والسجود الركوع والسجود هو مصداق من مصاديق العبادة وإنما خلقنا كي يكون برنامج حياتنا هو هذا البرنامج العبادة برنامج حياة ما هي بطقوس مشخصة معينة في كيفية معينة في زمان معين هذه الطقوس هي من مصادق هذا البرنامج الآية السادسة والخمسون بعد البسملة من سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو هذا الذي أتحدث عنه فإن الله لم يخلق الجن والإنس لأجل أن يواصلوا ركوعهم وسجودهم فما ذلك بالعبادة التي تتحدث الآية عنها الركوع والسجود والطقوس وسائر العبادات الأخرى هي مصاديق من هذا البرنامج البرنامج الواسع الذي هو برنامج حياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحكمة من خلقنا وهذه العلة من خلقنا وبعبارة أخرى فإن الآية جاءت بهذه الصيغة كي تلفت أنظارنا إلى أهمية هذا البرنامج في حياتنا من أنني خلقتكم لأجل أن تعملوا بهذا البرنامج إنه برنامج الحياة برنامج العبادة وهو تطبيق عملي للعقيدة التوحيدية إذن التوحيد عقيدة حياة والعبادة برنامج حياة هذه خلاصة موجزة لكل ديننا في بعده النظري وفي بعده العملي التوحيد عقيدة حياة والعبادة برنامج حياة والتوحيد بحد ذاته هو عبادة فالمعرفة هي أرقى أنواع العبادة لكن التعابير تأخذ تارة من هذه الجهة وتأخذ تارة من جهة أخرى وإلا فإن معرفة التوحيد هي أعلى درجات العبادة قلت لكم العبادة التي تتحدث هذه الآية عنها إنها برنامج حياة عقيدة عقيدة حياة وعمل للدين وللدنيا وعمل للنفس وللآخرين علاقات مع الله مع أولياء الله مع أعداء الله مع كل الكائنات من خلق الله برنامج كامل شامل يغطي تفاصيل الحياة في ظواهرها وبواطنها تلك هي العبادة التي لأجلها خلقنا مثل ما تقول الآية الشريفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليطبقوا هذا البرنامج والذي عنوانه الجامع المانع معرفة الإمام معرفة الإمام العنوان الجامع المانع لهذا البرنامج من هنا من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الميتة الجاهلية هي الميتة خارج هذا السياق خارج سياق العبادة فإن الذي لا يعرف إمام زمانه لا يحقق الغاية من خلقته فلذا سيموت ميتة جاهلية وفي بعض الأحاديث وفي بعض الأحاديث في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه من بات ليلة ليلة واحدة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية مات ميتة جاهلية ليس أنه مات في تلك الليلة لكن هذا يعود بنا إلى هذه القاعدة الواضحة من تساوى يوماه فهو مغبون ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون ومن كان يومه أفضل من أمسه فهو مأمون هذه القاعدة تلخص لنا ثقافة العترة الطاهرة بخصوص حركة الإنسان العقائدية بخصوص مسيرة الإنسان في حياته الدينية والدنيوية فمن بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية أعود إلى الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثل ما قلت لكم العبادة برنامج هذا البرنامج يشتمل على الجانب العقائدي وعلى الجانب المعرفي والثقافي وعلى الجانب العبادي والطقوسي وعلى الجانب الأخلاقي والسلوكي وعلى كل التفاصيل التي ترتبط بالأعراف والعلاقات الإنسانية والاجتماعية وبالتعامل الاقتصادي وبكل ما يرتبط بقوانين الحياة التي ترتبط بالبيئة من حولنا وبالكائنات من حولنا وبكل ما نخطط له لمستقبلنا وما يرتبط ببرنامج التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم كل التفاصيل دخيلة في هذا البرنامج أما أن نتصور أن المراد من أن الله خلق الجن والإنسان لكي يواصل الركوع والسجود فهذا كلام هراء هناك من العباد الذين تفرغوا للعبادة يتصورون أن الأمر هكذا الأمر ليس هكذا هذا يذكرني بآية في سورة الأعلى إنها الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصل الآية التي قبلها قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل أعود إلى الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها كي أقرأ عليكم رواية جميلة بهذا الصدد صفحة أربعمية وخمسة وثمانية إنه الحديث الثامن عشر باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته صلوات الله عليه بسنده عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال لي الإمام يسأل عبيد الله هذا ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى قام أي توضأ وبعد ذلك توجه إلى القبلة وصلى ركعتين على الأقل حتى يقال له قد صلى الإمام الرضا يسأل عبيد الله الدهقان ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى كلما قال يا الله كلما قال يا عظيم يا أرحم الراحمين قام فتوضأ وتوجه إلى القبلة فصلى فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط هذا تكليف ليس منطقيا الشطط هو الإفراط في الشيء والشطط في أصل اللغة هو الإفراط في الظلم حينما يفرط الظالم في ظلمه فإنه قد فعل شطط الشطط الإفراط فالإمام الرضا يقول لعبيد الله الدهقان إذا كان الله يكلف العبادة بهذا النحو لقد كلفهم تكليفا بعيدا جدا فوق طاقتهم فهو يأمرنا بذكره دائما والقاعدة معروفة والقاعدة هذه منهم من ثقافتهم ذكر الله حسن على كل حال فكلما ذكرنا الله توضأنا وتوجهنا إلى القبلة وصلينا ركعتين على الأقل هذا تكليف يصعب على الإنسان أن ينجزه بل قد يكون مستحيلا فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط فقلت جعلت فداك فكيفه ما معنى هذه الآية وذكر اسم ربه فصلى فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله والكلام هنا فيه نحو مدارات صحيح من أن الصلاة على محمد وآل محمد مستحبة مندوبة مهمة في كل حال من الأحوال وعند ذكر الله سبحانه وتعالى لكن المسنون والمشروع من الشرع الذي نعرفه من أن الاستحباب يتأكد إن لم يكن واجبا في بعض الأحيان فالاستحباب يتأكد عند ذكر محمد صلى الله عليه وآله فالمراد وذكر اسم ربه وذكر اسم محمد فمحمد رب الدين ورب الإسلام ورب القرآن تستثقلون ذلك مر علينا في إطلاق هذا العنوان الله والإله والرب تلاحظون أن الأحاديث وأن المعطيات منظومة واحدة بعدين تعال قل لي أنت تستثقل هذا المعنى ما أنت يقال لك رب الأسرة أنت رب الأسرة وزوجتك ربة المنزل وربة تأنيث من رب فأنت رب الأسرة وزوجتك ربة المنزل وأبوك رب العمل أدري ما أخذين الربوبية أفلاح أملاح بس من يجي الكلام عن رسول الله تستثقلون ذلك أنت رب الأسرة ويصير هذا ما بي شي وزوجتك ربة المنزل وأبوك رب العمل أنت ومرتك وأهلك وأبوك ما أخذين الربوبية أفلاح أملاح ولا يوجد اعتراض لكن حينما يكون الكلام عن رسول الله تظهر الإشكالات ما أنا قلت هو رب الدين هو رب الإسلام من الذي رب هذا الدين الرب المربي من الذي رب هذا الدين من الذي رب هذا الإسلام من الذي رب نا محمد صلى الله عليه وآله فهو ربنا في هذه الجهات وهو ربنا بحسب الإطلاق القرآني بشرط أن نحافظ على المقامات وأن نحافظ على الاتجاهات مثل ما مر علينا الكلام المتقدم في الحلقات الماضية لا أريد أن أكرره بس أنا أقول لك هذا بسبب دودة دودة هذه دودة الحوزة دودة المرجعية مثل ما أكو دودة السقيفة أكو دودة المرجعية ودودة المرجعية هي أوسخ وأقدر من دودة السقيفة ما أنا الذي أقول الصادق هو الذي يقول يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه من أنهم أضار أضار هؤلاء مراجع التقليد الذين تقلدهم أكثرية الشيعة هؤلاء أضار أضار على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من هنا أنا قلت من أن دودة المرجعية ودودة حوزة النجف هي أقذر وأوسخ من دودة السقيفة فهذا الذي عندك من تلك هذه من هذه هذه من الدودة من دودة المرجعية الإمام الرضا يسأل عبيد الله الدهقان ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط فقلت جعلت في ذاك فكيف هو فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله كلما ذكر اسم محمد صلى على محمد وآل محمد وهذا هو أدبهم هذه هي سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالكلام هو هو في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فليس الحديث عن ركوع مستمر وعن سجود مستمر مثل ما يتصوره بعض الذين صاروا عبادا يواصلون الركوع والسجود قد يصدق عليهم هذا في جهة من الجهات وإلا فإن الآية لا علاقة لها بهذا المعنى الآية تتحدث عن برنامج حياة نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من علا للشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه هذا هو الباب التاسع من الجزء الأول من علا للشرائع الحديث الثاني عشر بسنده عن جميل ابن دراج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجميل هذا كان معروفا في أصحاب الإمام الصادق بكثرة العبادة أتعلمون كم كان عمره كان في العشرين أصحاب الإمام كانوا شبابا أصحاب الباقر أيام الباقر كانوا شبابا كانوا صغار السن وكذلك أصحاب الإمام الصادق الذين صاحبوه أيام إمامته أكثرهم كانوا شبابا فجميل هذا كان في العشرين جميل بن دراج يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول سألته عن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال خلقهم للعبادة قلت خاصة أم عام خاصة أم عام يعني هل هناك نحو خاص من أنحاء العبادة أم هذا العنوان عنوان عام قلت خاصة أم عام قال لا بل عام إنه برنامج عام برنامج حياة الرواية دقيقة جدا وسؤال جميل بن دراج سؤال دقيق جدا خصوصا وأنه كان من العباد قد يوصف بأنه أعبد أصحاب الصادق صلوات الله عليه جميل ابن دراج يقول سألت الصادقة صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال خلقهم للعبادة هذه علة خلقهم الآية واضحة قلت خاصة أم عام ويمكن أن تقرأ خاصة أم عام القراءتان صحيحتان لكل قراءة إعرابها قلت خاصة أم عام قال لا بل عامة ما هي بطقوس معينة برنامج عام كما قلت لكم قبل قليل من أن العبادة برنامج حياة والعبادة برنامج حياة ليس خاصا بعالمنا الدنيوي فإن أحوال العبادة لن تخرج عن برنامج العبادة حتى في الجنان ما تتحدث عنه الروايات الشريفة من أن التكاليف تنتهي بموت الإنسان إنها تكاليف عالم الدنيا ولكن في كل مقام من المقامات هناك عبادة بحسب ذلك المقام فالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم تتحدث عن الدنيا ما قالت ما خلقوا بحدود مرحلة الدنيا الدنيا مرحلة من مراحل وجودنا ومرحلة من مراحل حياتنا ومرحلة من مراحل خلقتنا فنحن لسنا مخلوقين للدنيا فقط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في الدنيا وغير الدنيا ولكن في كل عالم بحسبه أليس في الجنة هناك من برنامج للحياة هو هذا برنامج العبادة في الجنة الحديث الخامس من نفس الباب عن مسعدة بن زياد قال قال رجل لجعفر بن محمد لإمامنا الصادق صلوات الله عليه يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب قال وماذاك لله أنت لماذا خلقنا للعجب قال خلقنا للفناء مراده عجيب أمر الله هكذا يريد أن يقول خلقنا وبعد ذلك سنذهب للفناء للعدم مراده من الفناء هنا العدم لأن الفناء تأتي بمعنى العدم ويأتي الفناء بمعنى الاندثار والاندثار ما هو العدم وإنما انعدام الفاعلية حينما تنعدم الفاعلية في الكائن فإنه سيندثر لكن هذا لا يعني أنه قد عدم قد عدم وجوده وإنما اندثرت فاعليته فهذا الرجل يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب قال وما ذاك لله أنت قال خلقنا للفناء عجيب أمر الله أوجدنا وبعد ذلك سيقوم بإعدام وجودنا فماذا قال له إمامنا الصادق ما يا ابن أخ ما اسمه فعل بمعنى أكفف ما هذا الذي تقوله فقال ما يا ابن أخ خلقنا للبقاء ما خلقنا للعدم نعم سنمر بمرحلة الفناء وهي مرحلة الاندثار خلقنا للبقاء ويستمر الإمام صلوات الله عليه وكيف تفنى جنة لا تبيت ونار لا تخمد ولكن قل إنما نتحرك من دار إلى دار من حال إلى حال وهذا هو الذي قصدته من أننا سنفنا ولكنه ما هو بعدم سنمر بمرحلة فناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هناك فناء هذه المرحلة سنمر سنمر بها جميعا الملائكة أجمع الجن أجمع البشر أجمع كل الكائنات ستمر بحالة فناء كل من عليها فان هذا ما هو بعدم إنه اندثار يمكنكم أن تعود إلى برنامج دليل المسافر كي تطلع على تفاصيل هذا الموضوع إنها مرحلة ومحطة من محطات سفرنا طويل فقال ماه الإمام أصادق يقول له ماهي ابن أخ خلقنا للبقاء وكيف تفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد ولكن قل إنما نتحرك من دار إلى دار الموت هو جسر ينقلنا من دار إلى دار ومن حياة إلى حياة تلك هي محطات سفرنا طويل بعد أن تفارق الأرواح أجسادنا وحينئذ سنرى أن الدنيا لخمة لها كما يقول إمامنا الكاظم ما الدنيا إلا صبر ساعة آلامها آلامها بلاؤها ما يجري فيها إلا صبر ساعة تصبر وتصبر وتصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم على أداء واجباتكم وتورعوا عن محارم الله اصبروا على ذلك وصابروا أعداءكم وخصوصا ممن هم من نفس ملتكم صابروا أعداءكم يا أشياع الحجة ابن الحسن من الشيعة أنفسهم صابروهم المصابرة أكثر من الصبر ورابطوا رابطوا إمام زمانكم ولكن رابطوا مرابطة الأحرار في فناء إمام زمانكم ولكن قل إنما نتحرك من دار إلى دار الرواية تشير إلى المضمون الذي أشرت إليه من أن العبادة ستكون مستمرة فنحن ننتقل من دار إلى دار والآية لم تتحدث عن عبادة في دار معينة إنه برنامج حياة تلك هي العلة من خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة العبادة لها خصوصياتها لها طقوسها لها أحكامها لها شؤونها في الدنيا وحينما ننتقل إلى عالم القبر فالبرنامج الذي يجري علينا هناك هو برنامج عبادة أيضا وحينما ننتقل إلى مرحلة الرجعة بعد القبر إذا كنا من الراجعين فالبرنامج أيضا هو برنامج عبادة وحينما ننتقل إلى المراحل والمحطات الأخرى باتجاه يوم القيامة البرنامج الحاكم في وجودنا وحياتنا هو برنامج عبادة ولكن في كل مقطع بحسب ذلك المقطع من مقاطع حياتنا إلى أن ندخل إلى الجنان وبرنامج الجنان أيضا هو برنامج حياة ألا يتواصلون مع محمد وآل محمد ألا يشكرون محمدا وآل محمد ألا يسبحون الله ألا يذكرون الله ألا 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 مع أننا لا نمتلك كل التفاصيل ولكن هناك برنامج حياة في الجنان هناك برنامج حياة في مواقف يوم القيامة هناك برنامج حياة في إرهاصات يوم القيامة هناك برنامج حياة في مرحلة الرجعة هناك برنامج حياة في الحياة في عالم القبر وعالم القبر عالم وسيع فسيح فيه ما فيه من الجنان والنيران هذا التفصيل يمكنكم أن تجدوه في برنامج دليل المسافر وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم ووفقا لحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن هكذا إنما نتحرك من دار إلى دار نذهب إلى فاصل